اشتركوا في القناة الاتحاد الاوروبي تدخل حيز التنفيذ والاتحاد يعتبرها عيدا للقارة الاوروبية بجملة من النشاطات والفعاليات مسلمو اوكرانيا يحيون عيد الاضحى المبارك ارتفاع عدد ضحايا الاعصار هارفي في الولايات المتحدة الى 47 قتيلا وعشرين مفقودة وفي النشرة ايضا معرض يروج لمنتجات الحرف اليدوية في العاصمة كييف بدءا من اليوم دخلت اتفاقية الشراكة بين اوكرانيا والاتحاد الاوروبي حيز التنفيذ بشكل كامل الرئيس الاوكراني بيترو بورشينكو اشار الى انه خلال الربعين الاول والثاني من العام الجاري ارتفع حجم التبادل التجاري مع الاتحاد الاوروبي وباتت اسواق الاتحاد تستقبل نحو 40% من البضائع والمنتجات الاوكرانية رئيس الوزراء بولوديمير هرويزمان هنأ الاوكرانيين بهذه الخطوة الهامة على طريق التقارب مع الاتحاد قائلا ان الاتحاد اصبح فعلا الشريك الاقتصادي الاول بالنسبة لاوكرانيا واشار الرئيس الوزراء في هذا السياق الى ان حجم الصادرات الاوكرانية خلال العام الجاري بلغ 9 مليارات ونصف المليار دولار الى الاتحاد الاوروبي يذكر ان الاتحاد الاوروبي صادق في شهر يوليو من العام 2017 الجاري على جميع الاتفاقيات المتعلقة بالشراكة السياسية والاقتصادية مع اوكرانيا هذه الخطوة عظيمة الشأن في تكريس عودة دولتنا الى الاسرة الاوروبية ولن ننسى تضحيات 13 مليون مواطن اوكراني خرجوا في جميع انحاء البلاد مطالبين السلطة بتوقيع اتفاقية الشراكة وعندما رفضت الحكومة تمسكوا بقرارهم وبذلوا كل ما في وسعهم لتحقيقه وكان لهم ما ارادوا ولم تستطع كل محاولات الروس منعنا من المضي في خيارنا الاوروبي وها نحن اليوم نحتفل بدخول هذا الاتفاق الباغي الاهمية حيز النفاد هذا وقد رحب رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر بدخول اتفاقية الشراكة مع اوكرانيا حيز التنفيذ معتبرا ان هذا الحدث يمثل عيدا بالنسبة لكل القارة الاوروبية واشار يونكر الى ان الاتحاد ملتزم بتنفيذ جميع وعوده امام الاصدقاء الاوكرانيين شاكرا جميع من ساهم بتحقيق هذه الشراكة الذين دافعوا عنها في ميادين الاحتجاج قبل سنوات ويعملون على اصلاح البلاد ومن العيد الاوروبي الى اعياد المسلمين حيث يحتفل المسلمون في جميع انحاء العالم اليوم الجمعة باول ايام عيد الاضحى المبارك ادوا صلاة العيد في المساجد والساحات ااملين ان يعمى الامن والسلام على بلدانهم وفي اوكرانيا ادى الالاف من مسلمي البلاد صلاة العيد في المساجد والمراكز الاسلامية التي اكتظت باعداد المسلمين وحفلت بالكثير من البرامج والفعاليات العيدية خاصة تلك التي استهدفت الاطفال الرئيس بيترو بورشينكو هنأ مسلمي اوكرانيا بالعيد مؤكدا انهم جزء لا يتجزأ من الشعب الاوكراني وعنصر نابض بحياة التنوع الثقافي في المجتمع الاوكراني كما اثنى على الدور الذي يلعبه مسلمو اوكرانيا لمواجهة العدوان الروسي والحفاظ على حرية واستقلال الدولة الاوكرانية الى شرق البلاد حيث يستمر المسلحون الموالون لروسيا بقصف احادي الجانبي يستهدف مواقع القوات الاوكرانية في اقليم الدنباس شرق البلاد ويخرق هدنة المدارس التي تم التوصل اليها مؤخرا يستخدم الانفصاليون المسلحون الروس الاسلحة الخفيفة غالبا وفق ما اعلنت قيادة عملية مكافحة الارهاب ونشاطهم الاستفزازي يتركز في محيط مدينة دونيسك المحتلة خلال ساعات الليل اطلق المسلحون النار من المدافع الرشاشة على مواقع الجيش في المنطقة الصناعية بمدينة افديفكا ومنجم بوتكوفا وبلدة زايتسبو وفي اتجاه لوهانسك استخدم الارهابيون القنابل اليدوية لضرب القوات الاوكرانية في كاتيرينيفكا هذا ويسود هدوء حذر في المناطق المحيطة بمدينة ماريوبول من ساعات الصباح الاولى بدأت رمايات العدو الاستفزازية على مواقع قوات مكافحة الارهاب الاوكرانية وتكررت 24 مرة تجدر الإشارة إلى أن جهود العدو الرئيسة تتركز حاليا على الحفاظ على استعداد قواته الاحتياطية وتحسين معدات التحصين وإجراء أنشطة التدريب القتالي ولا توجد أي علامات على التحضير لأعمال هجومية حرر الجيش العراقي بشكل نهائي مدينة تلعفر من قبضة مسلحي تنظيم الدولة الإرهابي وأعلن ذلك رسميا رئيس الوزراء حيدر العبادي وقال العبادي أنه بعد عملية عسكرية استمرت أسبوعين قام الجيش بتصفية الإرهابيين بالقرب من مدينة العياضية التي تبعد عشر كيلومترات عن تلعفر لتسيطر بذلك على كامل منطقة نينوى بدأت عملية تحرير تلعفر في الثاني والعشرين من أغسطس وهي مدينة استراتيجية تقع بين مدينة الموصل وسوريا وكانت واحدة من أبرز معاقل التنظيم الإرهابي في العراق وصلنا إلى مركز مدينة تلعفر في يومين فقط وحررناها بالكامل في ثمانية أيام الهجوم كان مختلفاً عما كانت عليه الحال في تحرير الموصل بدأنا العملية بحصار المدينة وشن ضربات جوية على مواقع المتطرفين واستطعنا شل حركتهم بشكل كامل وبفضل خبراتنا القتالية التي باتت كبيرة تمكننا من الحسم والنصر السريع وسنواصل التقدم إلى بقية المناطق العراقية التي ما زالت ترزح تحت احتلال تنظيم داعش ارتفع عدد ضحايا الإعصار هارفي في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 47 لقوا مصرعهم بينما لا يزال عشرون آخرون في عداد المفقودين نزح أكثر من خمسين ألف شخص عن منازلهم في عدة مناطق بولايتي تكساس ولويزيانا بسبب الفيضانات وبحسب آخر الإحصائيات فإن تكساس بحاجة إلى 125 مليار دولار للتعامل مع نتائج العاصفة وإليها توجه نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس مع عدد من المسؤولين في الإدارة الرئاسية للقاء السكان المحليين والإطلاع على أحوالهم خبراء الأرصاد يؤكدون استمرار إمكانية حدوث فيضانات خطيرة في هيوستن وميناء أرتوري وجنوب غربي لوزيانا حتى نهاية الأسبوع الجاري الإعصار هارفي هو أسوأ إعصار يضرب الولايات المتحدة منذ سنة 2005 عندما ضربها الإعصار كاتيرينا وأودى بحياة 1800 شخص اشتروا منتجات الحرف الأوكرانية حدادون وحرفيون وفنانون تجمعوا في معرض للأشغال اليدوية بالعاصمة كييف هدفه الترويج محليا لجودة منتجات الصناعات والحرف اليدوية تفاصيل أكثر في هذا التقرير الحديد بالنسبة لفلاديمير كمعجون الأطفال ربما بات الأمر هكذا لأنه يمارس هذه الحرفة الصعبة من عشرة أعوام صانع السكاكين هو بالأساس ولكن ها هو يقوم بصنع تحفة أخرى المعادن تشبه جميع الكائنات الحية في تفاعلها مع الحياة فتبعا لدرجة حرارتها تتغير وتتشكل فإذا كانت ساخنة تكون مطاوعة والعكس صحيح تماما كأنها تنبض بالحياة يصنع إيغر بيديه الزوارق بمختلف أحجامها وأنواعها والناس يأتون إليه من جميع أنحاء العالم وقارب المهوجن هذا واحد من أعماله الأولى بدأت مع زورق أردته لنفسي كنت أنوي صنع شيء خاص بي هكذا بدأت وبعدها فكرت لماذا لا أطور الأمر وأدرس تقنياته وبالمناسبة أنا أتبع الطريقة الكندية هذا أمر تم وأصبح واقعا في هذا المعرض ستعثر الفتيات أيضا على ما يلفت انتباههن ويرضي أذواقهن ناتاليا مصممة مجوهرات لديها مجموعة من الخواتم والأقراط والقلائد المصنوعة يدويا وبحرفية عالية كل الأشغال معمولة بنسخة واحدة ولم تتكرر أبدا هذا قوس يضع على الرأس وهنا أحجار الكريستال وحبات اللؤلؤ خيطت كلها يدويا على أساس مخملي المهرجان مستمر لمدة خمسة أيام يستطيع خلالها الزائرون تجربة القيام بالأعمال اليدوية كشحذ السكاكين وصنع القلائد ورسم الصور وقبل الختام نترككم مع جانب من احتفال مسلمي العاصمة الأوكرانية كييف بعيد الأضحى المبارك موسيقى الله أكبر الله أكبر ولله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة الله أكبر الله أكبر نهاية نشرتنا لهذا اليوم قدمناها لكم من قناة يواتي فيا الأوكرانية في العاصمة كييف مشاهدين شكرا لكم وكل عام وأنتم بألف خير تابعونا على الشاشة فيسبوك يوتيوب وتويتر في أمان الله اشتركوا في القناة